هذا ويستمر الإقبال على الحمل الوطني للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومئة وعشرة ألاف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مئة واثنين وستين ألف شخص ترجمة نانسي قنقر